وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت من ضبطي 500 واثنتين من القضايا التموينية المستندية والعينية بمضبوطات بلغت قرابة 141 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدومة تم ضبط أكثر من 73 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي لاستلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 38 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فقد تم ضبط 30 طن إسمند أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 726 قضية من بينها 151 قضية خبز ناقص للوزن و135 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 16 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 178 طن ترجمة نانسي قنقر